موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 6 اليونت الثاني الدرس السادس الحشرات في حياتنا موجودة بصفحة 32 من كتاب الطالب صفحة 30 من كتاب النشاط قبل ما يبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب لسمن أستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي صفحة 32 من كتاب الطالب منطيني مجموعة من الصور مكتوب على الصفحة الحشرات في حياتنا من خلال عنوان الدرس والصور اللي منطينيها نعرف ان الدرس كله رح يتحدث عن الحشرات بالدروس السابقة تحدثنا عن الحيوانات بهذا الدرس ان شاء الله رح نتحدث عن الحشرات بالتحديد ثلاث انواع من الحشرات بالصفحة الثانية مكتوب read and find the correct insect اقرأ وجد الحشرة المناسبة write the numbers اكتب رقمها هنا أنا منطيني اسم الحشرة والوصف مالتها منطيني نص عنها يقولك حاول ان تكتب رقم صورة الحشرة بالصفحة اللي قبلها في الحشرة الأولى butterflies اللي هي الفراشات اكتب رقم الصورة مالتها اللي هو رقم واحد عمام كلمة butterflies والants النمل الصورة مالتها هي الصورة الخامسة والثالثة اللي هي flies البعوض الصورة مالتها هي الصورة الثالثة الآن نجي نعرف شن مطلوب حفظة من هذه القطعة طبعا هذه القطعة جدا مهمة بالامتحان الشفوي والامتحان التحريري ذكرنا انه بالامتحان الشفوي اذا دعنا نتحدث عن قطعة فتجيني بامتحان الأصغاء عليها 10 درجات وعرفنا شن امتحان الأصغاء انه يقرأي القطعة مرة ومرتيا وثلاثة الاستاذ داخل الصف ويمتحني بيها على شكل يس و نو او ترو فول صح و خطأ بأسئلة من داخل هذه القطعة او قد تجيني بالامتحان التحريري بسؤال اول على شكل قطعة خارجية كذلك يجيب لي هذه القطعة ويجيب لي أسئلة متعلقة بيها اللي موجودة بالدرس السابع من اليونت الثاني فرح نقرأ القطعة ونوضح مفرداتها ونحاول انحل جميع الأسئلة المتعلقة بيها اللي منطينيها بكتاب الطالب والأسئلة اللي احنا طلعناها من خلال قراءتنا للناس فنقرأ القطعة وشيو وبعدين نحل الأسئلة المتعلقة بيها اولا البترفلايز اللي هي الفراشات الفراشات تعتبر حشرات هاي الكلمة جدا مهمة من الممكن يجيب لي من المتحان مثلا هاي الكلمة جدا مهمة تعتبر الفراشات من فراغ إنسك لو أنيمالز لو حيوانات حشرات لو حيوانات فلازم أعرف ان البترفلايز هاي الكلمة جدا مهمة الفراشات تعتبر من الإنسكت الحشرات لديها أربعة أجنحة وينغز أجنحة إذن إذا سألن الإستاذ داخل الصف how many wings do butterflies have كم عدد الأجنحة لدى الفراشة لازم أعرف انها four wings أو يجب ليها على شكل فراغات مثلا يقول لي butterflies have four wings الفراشات لديها فراغ أجنحة كم عدد الأجنحة لازم أعرف انها أربعة فنحاول نسجل دن المعلومات لأن مهمة جدا بالامتحان التحريري they have four wings لديها أربعة أجنحة before you see a butterfly قبل أن ترى الفراشة it starts its life as an egg تبدأ حياتها كبيضة and then it changes into a caterpillar وبعدها تتحول إلى يرقة caterpillar يرقة ننتبه أن تبدأ حياتها كأيق بيضة كبيضة ثم تنتقل بعدها وتصبح caterpillar شرنقة after that بعد ذلك the caterpillar slowly changes into beautiful adult butterfly بعد ذلك هذه الشرنقة slowly changes تتحول ببطء into beautiful adult butterfly إلى فراشة بالغة جميلة most caterpillars eat plants معظم الشرنقات تأكل النباتات ننتبه أن الكاتبولر اللي هي الشرنقة شتأكل تأكل البلانت النباتات and most butterflies بينما الفراشة من تكبر وصير فراشة تقوم تأكل eat the nectar تقوم بأكل رحيق الأزهار نكتر هو الرحيق الخاص بالأزهار like honey كالعسل from flowers من الأزهار إذن هذا ما يخص قطعة الفراشات الفراشات ننتقل إلى قطعة the ants النمل most ants live together in a big house called a colony معظم النمل يعيش في بيت كبير big house called يدعى colony هذه الكلمة جدا مهمة colony معناها المستعمرة المستعمرة هو المكان الذي تعيش فيه النمل أعيد most ants live together in a big house called colony من الممكن يجيب لي هاي فراغ يقول لي معظم النمل تعيش في بيت كبير يدعى فراغ شنو اسم البيت اللي تعيش به النمل لازم أعرف انها تعيش في بيت كبير يدعى colony المستعمرة there are queen ants هناك نملات تعتبر ملكة worker ants ونملات تعتبر عاملات ant soldier ants ونملات تعتبر جنود لبقية النمل there are more than twelve thousand types of ants هناك أكثر من اثناش ألف نوع من النمل in the world حول العالم some ants are dangerous وبعض هذا النمل خطير an ant can lift twenty times its own body weight النملة يمكنها أن ترفع عشرين مرة وزن أكبر من وزنها إذن يمكن للنملة أن ترفع حوالي عشرين ضعف وزنها إذا كان وزنها مثلا غرام يمكن أن ترفع عشرين غرام اللي هو عشرين ضعف وزنها if you wear an ant إذا كنت أنت قوتك بقوة نملة you could pick up a car يمكنك أن ترفع سيارة مثل ما منطينا بالصورة إذن النملة تعتبر strong قوية نجعل الفلايز البعوض there are over one hundred thousand types of flies in the world هناك حوالي مئة ألف نوع من البعوض حوالي العالم flies only have two wings البعوض لديها اثنان من الأجنحة ننتبه البتر فلايز اللي هي الفراشة four wings أربعة أجنحة والبعوض two wings اثنان من الأجنحة flies are not dangerous البعوض ليس خطير like lions كالأسود or sharks أو القروش but they are dangerous لكنها خطيرة because they carry disease لكنها خطيرة لأنها تحمل الأمراض يعني هنا نوضح لك أن خطورة البعوض مو مثل خطورة الأسد أنه يأكل أو القرش لكنها خطيرة لأنها تحمل disease الأمراض اللي قد تكون مميتة للإنسان when a fly sits on your food عندما تجلس البعوضة على طعامك it can bring disease يمكنها أن تجلب لك المرض people do not like flies الناس لا تحب البعوض but they make good food for birds لكن البعوض يعتبر طعام جيد للطيور الطيور تحب البعوض كأكل spiders وكذلك العناكب and frogs والضبادع هذا ما يخص هذه القطعة مثل ما وضحنا أن القطعة جدا مهمة نحاول قدر المستطاع نحفظ كل معلومة خاصة بكل حشرة من الحشرات اللي نطانيها من خلال ذلك النصوص ليش؟ لأن راح تفيد نقلنا بامتحان الاستيعاب أو بسؤال الأول بامتحان التحريري أسئلتها موجودة بالدرس السابع من اليونت الثاني اللي هو check mind understanding تفحص أو تفقت فهمي موجودة بصفحة 34 من كتاب الطالب هذه الأسئلة للحفظ عبارة عن أسئلة yes or no read insects in our life again اقرأ قطعة الحشرات في حياتنا اللي وضحناها قبل دقيقة color the correct sentences لون الإجابات الصحيحة إذا كانت الإجابة أقرأ الجملة إذا كانت الجملة صحيحة ألونها and write the wrong ones again والجملة الخاطئة أعيد كتابتها بشكل صحيح يعني مثل الأسئلة الصح وخطأ لكن هنا أنا أصحح الخطأ number one أولا flies have four wings البعوض لديه أربعة أجنحة الإجابة صح لو خطأ yes or no ذكرنا بالقطعة أنه الفراشات هي من لديها four wings أربعة أجنحة بينما البعوض لديه two wings أثنان من الأجنحة إذا إن إجابة صح لو خطأ الإجابة أكيد خاطئة لذلك أقول no بصفها وأحاول أكتب الجملة بشكل صحيح فأقول flies have only two wings البعوض لديه فقط اثنان من الأجنحة أو أصححها بطريقة ثانية أشيل الفلايز أخلي butterflies أقول butterflies have four wings الفراشات لديها أربعة أجنحة الإجابة الثانية صحيحة number two ثانية most butterflies eat nectar from flowers معظم الفراشات تأكل رحيق الأزهار الإجابة صح لو خطأ ذكرنا أن الكاتفيلر اللي هي الشرنقة تأكل البلانس النباتات والبوترفلايز الفراشات eat nectar تأكل رحيق الأزهار إذن الإجابة صحيحة إذا صحيحة أقول لي شا سوي ألون الجملة فمثلا ألونها بهذه الطريقة وأقول عليها yes الإجابة صحيحة number three ثالثا most ants live in a colony معظم النمل يعيش في الكلوني المستعمرة الإجابة صح لو خطأ ذكرنا بالقطعة أن بيت النمل يدعى كولوني مستعمرة إذن الإجابة صحيحة كذلك ألونها وأكتب أمامها yes الإجابة صحيحة number four رابعا ants aren't strong النمل ليس قويا الإجابة صح لو خطأ ذكرنا بالقطعة أن النمل يمكنها أن تحمل 20 ضعف وزنها لذلك يعتبر النمل strong قوي وهنا أنا قال لي aren't strong ليس قوي الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد خطأ لذلك أقول no وأقول ants are strong النمل يعتبر قوي هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بيها اللي موجودة بكتاب الطالب بعد أدنى مجموعة من الأسئلة الأخرى اللي ممكن تجيني بسؤال المفردات أو حتى بالسؤال الأول إذا أجاب ليها على شكل قطعة خارجية فلن الأسئلة اللي رح نطلعها نحاول نكتبها بالدفتر ونحفظها لأن الأسئلة جدا مهمة تخليني أحفظ معلومات أكثر عن الحشرات اللي أخذناها قبل دقائق number one أولا butterflies are four فراغ insects low animals تعتبر الفراشات insects حشرات low animals حيوانات ذكرنا بالقطعة أن الفراشات الفراشات تعتبر من الانسكت من الحشرات number two ثانيا butterflies have four فراغ الفراشات لديها أربع فراغ شن نكلم المناسب للفراغ wings low legs أربع أجنحة low أربع سوق ذكرنا بالقطعة أن الفراشات لديها أربعة أجنحة wings number three ثالثا butterfly starts its life as an egg الفراشات تبدأ حياتها كبيضة then changes into فراغ بعدها تتحول إلى فراغ caterpillar low butterfly بعدها تتحول إلى شرنقة low مباشرة تتحول إلى فراشة من بيضة تتحول إلى caterpillar شرنقة number four رابعا caterpillar eats فراغ الشرنقة تأكل نكتر low plants تأكل الرحيق لو تأكل النباتات نعرف أن الشرنقة تأكل النباتات plants والبتر الفراشات تأكل نكتر اللي هو رحيق الأزهار number six سادسا most ants lived in a big house called فراغ معظم النمل يعيش في بيت كبير يدعى هم المنزل low colony المستعمرة نعرف أن بيت النمل هو colony اللي هو المستعمرة number seven سابعا flies have فراغ wings four low two البعوض لديها فراغ أجنحة كم عدد أجنحة البعوض ذكرنا بالقطعة أن البعوض لديها اثنان من الأجنحة two wings والبتر اللي هي الفراشات لديها four wings أربعة أجنحة هذه الأسئلة كذلك لنحفظ نحاول نكتبهن بالدفتر ونحفظهن لأن أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك حتى بالامتحان الشفوي داخل الصف أو امتحان الأصغار ننتقل إلى أسفل الصفحة find and write the word جد واكتب الكلمة منطيني مجموعة من الكلمات ومجموعة من الفراغات حاول أسقط هذه الكلمات بالفراغات هذا السؤال سؤال مهم جدا سؤال مفردات مهم من الممكن نجيين بسؤال الإسقاطات مثل ما هو يجيب لي على شكل سؤال إسقاطات قبل ما نجي نحل نحاول نترجم ذن الكلمات مستعمرة اللي هو بيت النمل أجنحة مرض طعام بالغ نمبر وان أولا شيء تأكله من ذن الكلمات شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد الطعام الطعام هو شيء نأكله نمبر سو ثانيا عندما تكبر ولن تكون طفلا لما تكبر وبعد ما تكون طفل شنو يطلقون عليك تسمية أكيد بالغ نمبر ثري ثالثا بيت معظم النمل شنسميه نسميه اللي هو المستعمرة نمبر فور رابعا يجعلك تشعر بحالة سيئة شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد المرض يجعلني أشعر بحالة سيئة نمبر فايف يجعلني أشعر بحالة سيئة تحتاج هذه الأشياء لكي تطير شنو نحتاج لكي نطير الأجنحة هذا ما يخص هذا التمرين تمرين جدا مهم من ممكن أن يجيني بسؤال مفردات على شكل اسقاطات أو حتى على شكل اختيارات أما كتاب النشاط تمرين أي ما الحيوانات التي تراها انظر إلى الصور وكتب اسم الحيوان هناك هذا السؤال سؤال الإملاء جدا مهم بالامتحان التحريري من ممكن أن يجيب ليه مثل ما هو على شكل الصور وحاول تكتب اسم الحيوان لذلك لازم نحفظ إملاء هذه الحيوانات فمثلا نمبر وان أولا هذا الحيوان شنسمي معظم الطلاب رح يقول هنا منطينا حرف اله في بداية الجملة فهنا نحاول نلقي كلمة ثانية للدجاج بدلا من شنه الكلمة هي كلمة هن هن كذلك معناها دجاجة نمبر ثو ثانيا صورة هذا الحيوان شنه اسم هذا هاي صورة القرش اللي نسميه أخذناها بدروه سابقة شارك القرش نمبر ثري ثالثا صورة الضفدع شنسميه أخذناها بالرابع ابتدائي اسمه فروغ ضفدع نمبر فور رابعا صورة الحمار شنسميه باللغة الإنجليزية نسميه دونكي نمبر فايف خامسا صورة الببغاء شنه اسمه بالإنجليزي اسمه بارت ببغاء ونمبر سيكس سادسا صورة الفيل اللي أخذناها بدروه سابقة اللي هو الأليفنت الفيل هذا ما يخص تمرين أي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري إذا يأتينا مثل ما هو يجيب لي صور ذن الحيوانات ويطلب من قد أن يكتبهن لذلك ضروري أن يحفظ ملاهن على مداخل درجة كاملة بالامتحان التحريري أما تمرين بي تفقد املائك مع زميلك هنا عبارة عن نشاط صفي بين تلاميذ الثنين التلميذ الأول يسعل يقول له How do you spell هذه الصورة كيف تنطق هذا الحيوان أو هذه الصورة في الطالب الثاني يرد عليه D O N K E Y تصبح دونكي My turn How do you spell وهنو يسعل له مرة ثانية يقول له كيف تلفظ هذه الكلمة ويطيه صورة يأشر له على صورة والطالب الثاني يجابه إذن هاي مجرد نشاط صفي لاختبار قدرة الطالب على تلفظ الكلمات اللي أخذناها بالتمرين السابق أما تمرين D read the description اقرأ الوصف منطيني وصف لمجموعة من الحشرات write the name of the animal حاول تكتب من خلال هذا الوصف تتنبأ باسم الحشرة فمثلا number one أولا these are very small colorful insects هذه الحشرات حشرات صغيرة ملوانة they can be red يمكن أن تكون لونها أحمر orange برتقالي or yellow أو أصفر they often have black spots لديها بقع سوداء مثل ما مضح في الصورة they can fly يمكنها أن تطير they have four wings لديها أربعة أجنحة عن six legs وست أرجل what insect is it ما هي الحشرة هنانا هذه الحشرة هي الدعسوقة اللي نسميها بالانجليزي lady bird lady bird اللي هي الدعسوقة طبعا كذلك المعلومات المتعلقة في هذه الحشرة مهمة six legs لديها ست أرجل four wings أربعة أجنحة black spots بقع سوداء ألوانها red orange yellow ألوانها حمراء وبرتقالية وصفراء نحاول نحفظ معلومات هذه الحشرة number two ثانيا these insects are often yellow and brown هذه الحشرات عادتها ما تكون صفراء أو بنية they can fly يمكنها أن تطير and their wings make buzz buzz وأجنحتها تصدر صوت الباز باز صوت الأجنحة الخاصة بيها ونسميه buzz buzz they are only insects in the world that make food that people can eat هي الحشرات الوحيدة بالعالم التي تصنع الطعام يمكن للبشر أن يأكلوه يمكن للناس أن تأكله they get nectar from flowers وتحصل على رحيق الأزهار and make it into honey وتحول إلى عسل what insect is it ما هي الحشرة التي نتحدث عنها أكيد حشرة النحلة اللي هي نسميها B B معناها نحلة معلوماتها كذلك نحاول نحفظها تصنع honey العسل وتأكل نكتر من الفروز تأكل رحيق الأزهار وأجنحتها الوينغز تصدر صوت الباز باز صوت الباز إلى آخر أما الحشرة الثاثة these have eight legs لديها ثمان أرجل not six legs وليس ستة أرجل they make webs تصنع الشبكات to catch flies لكي تمسك بالبعوض and other insects والحشرات الأخرى some of these are dangerous بعضها خطيرة but most are helpful ولكن معظمها أليفة to people للناس because they catch and eat flies that bring disease ليش تعتبر مساعدة للناس لأنها تمسك البعوض اللي يجلب المرض what insect is it ما هي الحشرة اللي يتحدث عنها أكيد حشرة العنكبوت اللي نسميه spiders العناكب هذا ما يخص هذا النص كذلك نحاول نحفظ المعلومات الخاصة بـ eight legs ثمان أرجل make webs تصنع الشبكة بعضها خطيرة وبعضها غير خطير هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا مجموعة من الحشرات والمعلومات المتعلقة بكل حشرة عرفنا كل حشرة على هذه الأجنحة الخاصة بها على هذه الأرجل ماذا تأكل وعرفنا شون تجينا بالامتحان والتمارين المهمة وكذلك بالإضافة إلى بعض الحيوانات الجديدة اللي مفروض نحفظ ملاهن ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة وإضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا على الحسابات الموجودة مامكم على الشاشة